هسألك على واحد تحديده في مركزك يعني محمد عبد المنام قدرات محمد عبد المنام احنا كمشاهدين وجه جماهير شايفينا قدرات هيلة جدا وعظيمة جدا والنهاردة حتى انا قلت تفصيلة وانت اقول هالي برضو اكد هالي او صححال يعني محدش لحلاقة كتير ان المدافع دايما بينسجم مع المدافع اللي جنبه فلو انت كل المباراة تغير عليك مدافع ممكن يحصل المشكلة في الانسجام ده النهاردة محمد عبد المنام اتغير عليه ثلاث مدافعين احمد حجازي وايمن اشرف ومحمود علاء وقدم نفس المستوى على مدار المية وعشرين دقيقة بص في حاجات تفاصيل لازم نتكلم عليها لمحمد عبد المنام محمد عبد المنام في مطشق غني وبساوي والسودان لما لعب انا كنت شقدر لعيب مبشر وخامك وويس جدا بس عنده اخطاء وعنده حاجات عايز تكملها بص برضو المشاهدي بعارف اي مدافع على مستوى العالم عنده اخطاء ده طبيعي جدا النهاردة راموس كان موجود في ريال مدريد في برشلونة عمل حاجات جدا لكن احنا بنمسك الاخطاء بنقبرها وده وارد فكورة لكن الخامة مبشرة جدا لعيب صغير في السن لعيب قوي بدنيا عارف امتى يضغط وعنده شخصية وده من ضمن الحاجات اللي المائزة لما لعب قدام غني وبساوي السودان انا قلت اول اختبار حقيقي لي ماتش كودفار وهو نجع في الاختبار جدا لا ده نجع جدا وفي نفس الوقت برضو الراجل المدير الفني بلعب على هدافة شامز ليج بلعب على هدافة شامز ليج بالضط المدير الفني كمان مددله الثقة كمان هو عنده الشخصية قوية جدا عنده الهيدرزيكواز جدا جدا عنده كمان حاجة مميزة جدا انه هو عنده القلب وعنده الروح انا دايما المدافع دايما الروح دي دي رقم واحد الاسرار دي ده لازم تبقى رقم اثنين الكورة بديجا رقم ثلاثة هو عنده ثلاث موصفات هيلة سنه صغير كمان دي مميزة بدانا كمان انا كنت مكان جديد تغيير انا قلت محمود علاء ينزل ليه دايما المدافعين لازم فيه حد اليدر ورا محمد عبدالله سنه صغير كمان لما هيلعب كتير ده بحاجة اكبر من كده واحسن من كده كمان يعني لما هيلعب يا رب رب داني بيدي عنده الاصابات لما كمان يلعب ماتشاب تانية في افريقيا او ماتشاب تانية في التاسفاء كاسعالم هينضك اكتر خد بالك فدي نقطة مهمة جدا لنهاردة لما محمود علاء نزل انا انبسط لاني محمود علاء لما نزل نشيت بيه برضو لاني لما نزل محسيتش انه كان قاعد احتياطي ايوه كأنه بادئ وعايش الماتش مش عادي احتياطي ده اول مباراة يشارك فيها في المتراكل لها بالزبط فهو عايش الماتش ودي حاجة اتميزه كمان لما يبقى موجود جنبه خد بالك عن مثلا كن اوقات بنلعب جنب مدافعين جنب بعض تلاقي المدافع بيتوتر بسرعة تلاقي المدافع غيرت غلطة اتوتر طول الماتش راح منك خرار راح منه النهاردة عمل فاول الشهد التاني كان ممكن لقدر يخش فينا جون لأ بعدها على طول ثابت ثابت الانفعالي هايل هايل عنده ثابت الانفعالي النهاردة المدافع لما مهاجم يرقصه ممكن طول الماتش يبقى بعيد عن مستوى لكن لا الثابت الانفعالي كويس جدا الشخصية كويسة جدا القوة موجودة السرعة موجودة العقلية الدماغ وانا بحب المدافعين مش اللهم دايما بيحبوا يضغطوا على المهاجمين ويخش في مجتمع القوة خليك زاكي خليك زاكي وهو عنده النقطة دي امتى يبقى قوي امتى يهدر اه بالضبط التهور ده أنا بيحبوش في المدافعين هو عنده الميزة دي وربنا ربي يبعد عنه الإصابات وهو المطش اللي جاي هيلعب برضه على مهاجم قوي جدا جدا ابو بكر مهاجم منستة ابو بكر طبعا الهداف البطولة ستة هداف بالضبط ابو بكر خد بالك يعني عنده من الحاجات عشانه متابع عنده في الثمنتاشر بيخطف فانت لازم تقرب منه اعتقد ان ان شاء الله بإذن الله محمد عبد المنعم قادر واي مدافع يلعب جانبه سواء محمود علاء او ايمن أشرف او ربنا يا سائل يا رب اعجازي نشوف نتطمن عليه لسه معرفش هو هيكاء هيلعب المطش اللي جاي ولا لسه الوينش بأي جاهز كمان خلاص الوينش برضه هتبقى حاجة كبيرة جدا اعتقد ان شاء الله انا نقدر ان احنا في الحتة الدفعية دي تماشيين بشكل كويس جدا اللي كان كمان مدهش النهاردة وفي كل المباريات يعني بصراحة من بطولة عربية كان مدهش جدا احمد فتوح فتوح النهاردة عمل مباراة مش طبيعية على اشرف حكيم انا شايف انا انت بتخيل بيلعب على اشرف حكيم المباراة دي واللعب لها على نوكلاس بيبي اتنين من افضل اللعيبة اللي في العالم وبيلعب عليهم مباراة هو الليدر اللي فيها هو الاقوى هو الافضل يعني فتوح من اللعيبة الكويسة جدا وانا شايفه حاجة هتبقى كبيرة جدا في المركز ده انا فاكر كابتال سيد معوض لما كان بيلعب في المكان ده وكابتال بحمد عمارة ومن بعدين كابتال عب شافي كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر وانا راعد نقول مين المهاجن طب هو مين الباكليفت طب هو لكن الداخل الدفعية مش حسن حاجة اجتدى المطشي اللي فات والمطشي ده المطشي اللي فات كمان بيلعب على بي بي وقوري بك ريت والهف بتاعه جمدين جدا صح النهار ده كمان بيلعب على حدادي ولما كمان وحكيمي اصلا الحكيمي كان بيلعب جناح ما كنتش بيلعب باك لا انا عارف حكيمي لأ هو باك أصلا بس انت عارب طاير على طول تبقى بالضبط وعنده الشخصية لأ انا شايف انه احد دفعية عنده ما شاء الله ما شاء الله من نجوم البطولة كلها مش من نجوم منتخب مصر بس من نجوم البطولة كلها هو لعيب هايل هادي عادي جدا في اخر المطشي ممكن نربس كبري الواحد عادي جدا عنده ثقة في نفسه غير طبيعية مش شاغل دماغه باللي حواليه شايف انه هو من نجوم البطولة اتمنى يا رب خب بالك برضو ورسالتي لازم توصل للعيبة واكيد انا هتابعهم واكلمهم ان احنا المطشين المطشين اللي جايين ان شاء الله بإذن الله يا رب نكسب الكاميرو ونشوف انقابل مين في النهائي لازم يبقى تركيزك اكتر من قبل كده يعني طول ما انت بتوصل الادوار النهائية الادوار قبل النهائي كل ما تركيزك ما بيعلى مش معنى كده ان احنا نتكلم نتكلم على لاعب ونشيل به فاللاعب دوت يهبط النهاردة انت مركز ده حدث كبير النهاردة لما تاخد بطولة افريقيا ده حاجة تتحسيبك في سفي بتاعك صح فاتمنى ان شاء الله بإذن الله يبقى فاتوح وعب مين عيم وعمر كمال كمان واللاعيبة كلها تبقى افضل من مطشين